موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في حلقة جديدة برنامجكم دائرة الحدث كما نقول دائما ناديكم الأول للصحافة وواجهتكم للتحليل السياسي أرحب بضيفي في استوديو دائرة الحدث لهذا اليوم الدكتور عبد المجيد سويلم أستاذ الدراسات الأقليمية في جامعة القدس تحياتي دكتور أهلا بك كالعادة نذهب سريعا لأبرز ما تداولت الصحف ثم نعود وإياك لنبدأ حلقة النقاش لآخر ما ستجد على الحالة الفلسطينية لنتابع موسيقى موسيقى نبدأ هذه الجولة من الصحف المحلية ومع جريدة القدس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل يقول حماس لا تقصي أحدا كما لا تسمح لأحد بأن يقصيها فنحن نريد شراكة وطنية وإنهاء الانقسام ونقلت عن رئيس التجمع الوطني للشخصية المستقلة منيب المصري قوله إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة أمر حتمي وهي مسألة حياة أو موت إلى صحيفة الأيام الحكومة الأسرائيلية تؤكد موافقتها على بناء 346 مسكنا استيطانيا جديدا في الضفة وتخوف إسرائيلي من مقايدة منع أمريكا لإيران من حيازة النووي بوقف الاستيطان من الحياة الجديدة نقرأ نيتنياهو يعترف إيران وسوريا وعملية السلام على جدوى الأعمال زيارة أوباما ومسؤولون يقولون السلطة تنفق على غزة وكثيرا إلى أهم الصحفة العربية ومع صحيفة الدستور الأردنية وفد فلسطيني إلى دمشق لتجنيب المخيمات الفلسطينية تداعيات الأزمة السورية أما صحيفة الرأي فكتبت متطرفون يقتحمون باحة الأقصى بحماية شرطة الاحتلال ومن الأهرام المصرية معتصموا تحرير يغلقون المجمع ويهددون بإجراءات تصعيدية ننتقل إلى أهم الصحفة العربية الصادرة في لندن ومع الشرق الأوسط نيتنياهو يريد حكومة وحدة لمجابهة زيارة أوباما أما القدس العربي إسرائيل تنشر وحدات مختارة على حدود الشمالية نصل إلى أهم ما جاء بصحف الإسرائيلية ومن صحيفة معرف عشية زيارة أوباما إسرائيل ستجمد البناء الاستيطاني مقابل عدم توجه فلسطين إلى المحكمة الجنائية أما صحيفة يدعوت أحرانت فعنونت هدف زيارة أوباما ووقف أي محاولة إسرائيلية لتوجيه ضربة لطهران والتعاون من أجل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران ومن صحيفة أريتس اللي كود سيقترح على لبيد حل وسط لخدمة طلاب المعاهد الدينية ونتينياهو سيلتقي مع بنيت وختام جولتنا بأهم الصحف الأجنبية ومع نيويورك تايمز تحويل الأموال المجمدة في الولايات المتحدة للسلطة ومناطق بالضفة ستنقل للسلطة الفلسطينية وإطلاق صراح عدد من الأسرع إلى صحيفة واشنطن بوست إيران تحاول تشكيل مجموعة مسلحة داخل سوريا وأخيرا مع الغارديان البريطانية زيارة أوباما المقررة لإسرائيل أكثر من رسالة طمأنة أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام وإياكم نبدأ حلقة النقاش مع دكتور عبد المجيد سويلم محوران أساسيا سنتمحور خلالهما في نقاشنا لهذا اليوم بين زيارة أوباما المقررة لإسرائيل أكثر من رسالة طمأنة وأقل من اختراق كما يقول على الأقل حسن البطل أيضا مسألة المصالحة الفلسطينية السيناريوهات التي ستحملها في الفترة القادمة على صعيد الانتخابات وعلى صعيد ما سينجز إلى جانب ذلك نبدأ بالشأن الداخلي الفلسطيني لأنه الأهم والأكثر الحاحة فلسطينيا ما قالوا مشعد بأن حماس لا تقصي أحدا ولا تقبل بأن يقصيها ولا تسمح لأحد أن يقصيها نحن نريد شركة وطنية لإنهاء الانقسام ثم نسمع من نايف حواتما الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مقابلة مع الحياة اللندنية أن نقول بأن حماس تخرج عن الإجماع الوطني في اشتراطاتها أو في تعطيلها لبعض الاتفاقات في آخر اجتماع في القاهرة أبرز نقاط الخلافات كنت يوم أمس قد أعلنتها أو كما تداولتها الصحف العلم بأن الانتظار الآن للانتهاء من تحديث السجل الانتخابي كما قيل وأن الرئيس سيصدر مرسوما رئاسيا واحدا بالإعلان عن الانتخابات والإعلان عن الحكومة التي ستنتهي المشاورات حولها بانتهاء الستة أسابيع ذاتها هل ترى سيناريوهات قادمة بناء على ما نراقب قادم من حماس أو من نوايا حماس إن صح التعبير نحن كمراقبين يحق لنا أن نتحدث في هذه الجزئية هل السيناريوهات فيها الأقرب للتطبيق وفيها الأبعد وإلى جانب ما هو قادم أيضا من إسرائيل كيف سيكون حال الانتخابات أو الحكومة نعم دعينا أولا إذا تكرمت نضع قاعدة لابتقاش قاعدة أو منطلق للتحليل الشيء المؤكد أن هذه الجولة من المحادثات والمفاوضات والمشاورات لم تنتهي إلى حسن القضايا التي نقول أو نعتبرها في إطار القضايا المختلف عليها حتى الآن لم تحسن المسائل حتى هذه الأقرب والذي حسن هي قضايا كانت بالأساس من وجهة نظري محسومة قبل هذا الاجتماع بمعنى نحن ذهبنا إلى الاجتماع يعني عشية الاجتماع القضايا التي أكد عليها الاجتماع كانت قضايا تقريبا متفق عليها وبالتالي لم يحصل أي تقدم جدي وجوهري في هذه الجولة من الاجتماعات التي حدثت في القاهرة كيف كان يعني دقيقة كيف كان متفق عليها إذا نظرنا إلى إعلان الدوحة مثلا وإلى اتفاق القاهرة الحديث عن الانتخابات التشريعية والمجلس الوطني بأنه كيف طريقة آلية عمل هذه الانتخابات هو موضوع برز أنه موضوع من أهم الخلافات التي تمت بين الحركات والفصال الفلسطينية وتحديدا يعني حركة حماس التي لها وجهة نظر مختلفة كليا عن باقي الـ دعيني أوضح هنا نعم فيما يخص المجلس الوطني وانتخابات المجلس الوطني كان في إطار اللجنة التحضيرية التي ناقشت يعني مشروع قانون الانتخاب وقضايا انتخاب المجلس الوطني كان هناك موافقة حتى من حركة حماس على أن تكون انتخابات المجلس الوطني بالنسبية الكاملة ولم يكن هناك اعتراض وبطبيعة الحال الفصائل أصلا هي على توافق تام حول هذه المسألة حول قضايا القانون ومعظم القضايا اللي حول قضايا القانون كانت يعني إما محسومة أو هي في طريق الحسن وبالتالي حول المجلس الوطني لا جديد لأنه لم تبرز أيضا يعني خلافات جدية حول النسبية الكاملة للانتخابات الخلاف الجديد الذي نشب هي يعني يمكن أن نضعه في مسألتين المسألة الأولى هل الانتخابات ستجري على أساس أن فلسطين دائرة واحدة والخارج دائرة أخرى والسؤال الثاني هذا هذه مسألة والسؤال الثاني هنا حركة حماس يعني تريد أن تقسم الخارج إلى مجموعة أكثر من دائرة أكثر من دائرة ويقال أنها اقترحت ست دوائر هذه مسألة أولى والمسألة الثانية فيما إذا كان الانتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي وانتخابات الأساسة تجري في يوم واحد أو بشكل متزامي وهذه لم تكن مسألة خلاف كبير يعني حتى يقال أننا اتفقنا يعني حولها من وجهة نظري لم يتم أي شيء جديد لا اتفقنا على أن الخارج دائرة أو ستة دوائر ولم نخرج بقرار حول هذه المسألة ولم نخرج بقرار حول التزامن يعني في نفس اليوم لم تحسم الأمور يعني بعد الجدل القائم ذهبنا إلى المجلس التشريعي والرئاسي لم يحسم شيء لم توافق على حركة حماس على اقتراح كل الفصائل بدون استثناء على اعتبار أنه تكون الدائرة هي دائرة وطنية واحدة لم يتم حسم هذه المسألة على الإطلاق ولم يتم حسم القضايا التي تتعلق بالعلاقة التي تربط تشكيل الحكومة بموعد الانتخابات أو نهاية الحكومة مع نهاية الفترة المطلوبة صحيح بس ولكن في اتفاق الدوحة تحديدا عندما طلب من الرئيسة من الرئيسة لهذه الحكومة قال وتدولت كل الوكلات الأنباء أنه فقط ثلاثة شهور بمعنى إتمام مهامها وهي إجراء الانتخابات أيضا الإعمار في قطاع غزة كان هذا مرفقا ولكن يبدو بأن القطار قد فات هذه المسألة يعني لم تعود المسألة مطروحة على جدوى أعمال الحكومة بنفس الحد المطروحة بها قضية الانتخابات قضية الانتخابات لماذا تريح بأتباها الثلاثة شهور لأنه قيل بأن نعم ولكن حماس تريدها أكثر من ذلك هذا اللي بدي أقول لك هي بما أن هذه المسألة أيضا لا أعرف بأي معنى حسماته لم يتم الاتفاق على أن هذه الحكومة تنتهي مهمتها بعد ثلاثة أشهر من تشكيلها باعتبار أن نهاية الثلاثة أشهر هي اليوم الانتخابي ومنذ اليوم الأول للانتخابي تصبح حكومة تسيير أعمال إلى أن تتشكل الحكومة الجديدة في ضوء نتائج الانتخاب هذه القضية أنا لم أرى أنها حسمت بمعنى أو بآخر أنا أريد أن أصل لماذا قلت لك أن هذه بالنسبة لي قاعدة للتحقيق أريد أن أصل إلى الاستنتاجين الرئيسيين التالية الأول بأنه لم يتم هناك أي اختراق حقيقي في القضايا التي كان مختلفا عليها وما زال الواقع يقول بأنه ما زال الاختلاق قائما والنقطة الثانية أنا لا أثق بأننا ذاهبون إلى حكومة يعني مدتها ثلاثة أشهر أنا أعتقد بأنه يمكن أن يطرأ خلال هذه الفطرة عوائق إسرائيلية عوائق فصائلية عوائق كثيرة تختلق وتستنبت وتستحضر وتستقدم بالتالي يتمد من عمر الحكومة الأمر الذي يعني بأن مسألة الانتخابات لا تصبح بالضرورة يعني توقيتا ملزما غير قابل للنقاش وغير قابل للتجاوز من هنا يبرز التساؤل التالي هل نحن أمام عملية مصالحة بمعنى فعليا توحيد المؤسسة الوطنية وفعليا إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وفك التداخل اللي صاير ما بين مكونات هذا النظام بصورة نهائية تسمح بأن يكون لدينا نظام سياسي مستقر وثابت وديمقراطي ومتفق عليه وغير قابل للتجاوز من أي طرف ومن أي جهة وتحت أي ظرف من الظروب وفي أي معطيات هل وصلنا إلى نقاش المصالحة من زاوية إعادة بناء هذه المنظومة كاملة ووضع حالة مستقرة للحياة السياسية للشعب الفلسطيني أم أننا أمام عملية تدرس من خلالها مصالح الفصائل حصصها ماذا ستجني لو بلشت أو بدأت بالمجلس الوطني أولا كيف سيكون الوضع أولا في المجلس الوطني لكي تقرر فيما بعد أنها ستذهب إلى المجلس التشريعي لماذا يقال مثلا أن المجلس التشريعي هل تعتقد بالنهاية؟ هي مؤسسة مستقلة عن المجلس الوطني لماذا يكون أعضاء المجلس التشريعي أعضاء طبيعيين في المجلس الوطني؟ أعطيك من الآخر كل هذا يعني أنه ثمة مخاوف باتجاه المصالح الفصائلية وليس باتجاه إعادة بناء المنظومة السياسية للشعب الفلسطيني المجلس التشريعي طيب هناك من يقول بأن حماس ليست مستعجلة على هذه المصالحة بكل أحوالها لا على الانتخابات وتخوفاتها منها ولا على تغيير أي حال في قطاع غزة وأن هناك ما تنتظره هذا من جانب من جانب آخر حماس نفسها تتهم الرئيس أبو مازن بأنه يماطل في المصالحة بسبب زيارة أوباما إلى المنطقة وأنه يتعرض لضغوط وأنه غير مستعجل بانتظار اختراق أمريكي ما على هذا الصعيد هذان الملفان وبالطريقة التي يتم تصويرهما للرأي العام الفلسطيني هل تستطيع أن تحدث اختراقا في الفهم الفلسطيني لتوضيح الصورة بين ما يطلق من هذا الجانب وبين ما نفهمه من هذا الجانب يعني هذا بعتبر أن هذا هو سؤال الحلقة فيما يخص الوضع والشأن الداخلي في الفلسطين عدم استعجال حماس من الناحية السياسية مفهوم لماذا عليها أن تنتظر كثيرا أن الأوضاع في مصر لن تحسم سريعا وإن حسمت فهي لن تحسم بطريقة التي تتمنها على الأقل هذه قراءة ولذلك المسألة ستطول قليلا وربما ستطول كثيرا ما تنتظر حماس حقيقة الأمر ليس باعتباره على الأبواب يعني القادم من مصر ليس على الأبواب ما تستخدمه حماس هو أن الوضع الإقليمي غير مستقر وهي تحاول بصورة أو بأخرى انتظار شيء ما لكن هذا الشيء ما ليس محدد بدليل أنها لم تستطيع أن تنجز الانتخابات الداخلية حتى هذه اللحظة أيضا بحجة الوضع الإقليمي والضغوطات الإقليمية وغيرها من المسائل فانتظار حركة حماس هو انتظار غير محدد وهو ذريعة أكثر منه واقع الآن إذا كانت حماس تعتقد بأن الرئيس أبو مازن يماطل بسبب الضغوط الأمريكية وبسبب زيارة الرئيس الأمريكي فهي مخطئة للغاية مخطئة للغاية لماذا؟ لأنها عليها أن تختبر نية الرئيس أبو مازن هي لا تريد أن تختبر نية الرئيس أبو مازن هي تطلق أحكام على سيادة الرئيس وهي تعرف أن الرئيس أبو مازن هو الوحيد في هذه المنطقة الذي قال للأمريكيين لا وألف لعشرات المرات وهو الوحيد وهو الأضعف بالمناسبة بالمعنى الاقتصادي وبالمعنى يعني الإمكانيات والنفوء وهو الأحوج يعني إلى الأمريكيين وإلى الدعم الأمريكي وإلى عدم الغضب الأمريكي وإلى المداراة الأمريكية ومع ذلك هو قال عشرات المرات لا للأمريكيين في حين أننا لم نلمس لمرة واحدة من أي زعيم عربي بما فيها قادة الثورات العربية الجديدة ولو نصف لا للأمريكيين لا بالمقابل هناك تطمينات أو رسائل طلبة حركة حماس من خالد مشعل مثلا إلى العاهل الأردني إرسالها إلى أوباما لأنه يقبل حل الدولة بالضبط بالضبط يعني لم تقل لنا التجربة التاريخية الحديثة المعاشية الملموسة بأن الرئيس أبو مازين يستجيب للضغوطات بالطريقة التي تروج لها حركة حماس هذا غير وارد وليست هنا هي المشكلة حركة حماس اللي اتفضلت فيه هو الجوهري متأكدة أنها بالخارج تستطيع أن تحقق أكثر مما تستطيع في الداخل لذلك عندها استعداد التعاطي مع الخارج بسرعة ومعندها مشكلة لكن ليس عندها نفس الاستعداد للتعاطي بنفس السرعة وبنفس الطريقة مع الداخل أيضا لأسباب تتعلق يعني بشعبيتها وبتقديرها لشعبيتها هل تعلق بأنه شماعة الاحتلال نستطيع أن تقفى ذريعة يعني أنا أعرف أنه متغير ثابت في كل الشؤون الداخلية ولكن أجريت الانتخابات في السابق أكثر من مرة وستجري وستجري لماذا الحديث اليوم من أنها طيب ما في الالفين وستة صارت الانتخابات وشاركت حركة حماس وفازت فيها وإن كانت المعيقات الإسرائيل ولكنها لم تمنع ومن الذي يعطي لحركة حماس ضمانات بأن إسرائيل لن تتحرك هنا ولن تتحرك هنا ليس الرئيس محمود عباس وليس أي قائد في هذه المنطقة وليس أوباما يستطيع أن يعطي حماس ضمانات يعني إسرائيل ستتحرك بالطريقة التي تراها إسرائيل مناسبة ضد حماس وضد فتح وضد الشعبي وضد أي أن تراه مناسبا للحركة هذه المسألة لا يستطيع أحد أن يفيد فيها حركة حماس ولا أن يساعدها وهي لا تستطيع أن تساعدنا ونحن لا نستطيع أن نساعدها هذه مسألة صراع مع الاحتلال بالتالي هنا يجب أن يتوقف النقاش عن استخدام الزرائع نحن نريد أن نعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني برمته إعادة البناء هذه معناها بدنا ننفك التداخل اللي صاير بين المجلس الوطني وبين المجلس التشريعي بقول لك لا ليس كل عضو بالمجلس التشريعي هو عضو بالمجلس الوطني طيب طيب ليش طيب إذا مش عضو ليش فهمونا ليش طيب إذا عضو كمان إحنا لازم نشرح للناس ليش يعني هذه المسألة يجب أن تحل مش تحل بنص مبهم وغامر وغير واضح وليس دي مدلول بدنا أن نحل الموضوع بشكل قانوني ودستوري قائم على أساس فك الارتباطات غير الحميدة والتداخل غير الحميد ما بين مكونات النظام السياسي الفلسطيني أنا الأوان ليه نقول أنه هاي المجلس التشريعي طيب جاي إحنا مش صار فينا اعتراف بالدولة؟ هذا بالضبط ما كنت أريد أن أشير له مقالتك يوم الخميس كانت أسئلة على جدول أعمال اجتماع القاهرة يوم الخميس كانت على صحيفة الأيام كنت طرحت مسألة الاعتراف بالدولة وأن أنا أصبحنا دولة وإن كانت مراقب في الأمم المتحدة ولكن يجب أن نتعامل على هذا الأساس على الأقل فلسطينيا طيب كيف إذا كانت من دون تعقيدات هذه المسألة لم نخرج بتوافق حماس مع باقي فصائل المنظمة فما بالك بتعقيدات؟ هل يمكن أن تكون إضافة للتعقيدات؟ أم أن نحل المسألة برأيك؟ يمكن أن يكون الحل ستأميرا يعني هذه مسألة قابلة للنقام أنت بتقولي وأنا بقول والعالم بقول أنه اعترف بناك دولة جيد الميثاق يعني بمعنى وثيقة الاستقلال بتقول أنه هي دولة كل الفلسطينيين وثيقة الاستقلال بتقول الدولة الفلسطينية على حدود ال67 هي دولة كل الفلسطينيين طيب العالم اعترف لنا بدولة على حدود ال67 إحنا اللي حددنا أنه ال67 هي حدودنا والعالم اعترف على ذلك المجلس التشريعي هذا هل هو مجلس للدولة أم بالسلطة؟ السلطة أنشئت بموجب اتفاقية أسر والسلطة الآن وضعها القانوني وضعها القانوني اختلف أو مفترض أنه اختلف مع الاعتراف الدولي بناء كده هل يعقل أن يظل المجلس التشريعي بنفس الحال القانوني التي كان عليها عندما تم في ذلك الوقت بعد اتفاقية أسلطة؟ أم أنه جرى شيء جديد اسمه الاعتراف ويجب استغلاله وبالتالي يجب استغلاله ويجب تطويع النظم والقوانين والدساتير بما ينسجم مع الواقع الجديد هذه مسألة ثانيا إذا كنا نقول بأنه العلاقة التي تربط بين المجلس التشريعي والمجلس الوطني هي علاقة بمعنى أن كل عضو مجلس التشريعي هو عضو طبيعي بالمجلس بنسبة معينة قيل في ذلك الوقت طيب خلينا نوضع الفواصل والتخول والنصوص الدقيقة حول هذه المسألة لماذا تبقى هذه المسألة مسألة مبهمة؟ أنت تتحدث بحماس الذي يريد أن ينجز ولكن ما نتلمسه في آخر اجتماعات على أقل من حركة حماس كما هو واضح بأن هذا الحماس أصلاً مش موجود طيب وهذا نرقي إحنا بالأسئلة على مجتمعنا يا مجتمعنا يا أحبائنا يا جماعتنا هناك من يحاول إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس راسخة وعلى أسس ديمقراطية وعلى أسس غير قابلة للتغيير بسبب تغير السياسي يعني مش لأنه فتح بكرة بدهت تربح الانتخابات بدهتغير النظام السياسي ومش لأنه حماس ممكن تربح في لبنان وتخسر في سوريا بدهتغير النظام السياسي هذه المسألة هي التي التي أردت أن أوصلها إنه بناء النظام السياسي رسو النظام السياسي على قاعدة مستقرة بالمعنى النسبي لأنه تتغير النظم السياسية والدساتير كل عشر سنين كل عشرين كل ثلاثين يعني فيه استقرار نسبة ثابت مستقر بيكون للوضع هذا الذي ينشد المواطن والمواطنة الفلسطينية هذا الذي ينشده أنه فيه نظام مستقر ديمقراطي أسس واضحة مفكوكة فيه العلاقات الصلاحيات فيه واضحة التفويد فيه واضح الأمور معروف من يتبع لمن من يأخذ القرار كيف يأخذ القرار آليات القرار عندما نصل إلى هذه المؤسسة نكون قد وصلت إلى حال من الإطمئنان أن النظام السياسي ويصبح ما يلي ذلك كل تسلطل طبيعي وتنفيذ تداول سلطة اختلاف اتفاق بس على قاعدة قانونية ودستورية مستقرة وثابتة وديمقراطية ولا يوجد ما يؤثر على أن تتغير القاعدة هاي هذا وجوه الموضوع اسمح لي ولكن أن أترق باب زيارة الرئيس الأمريكي لاحظ أنه في كل ما تحدثنا فيه يمكن لإسرائيل أن تخربش وأن تبعثر كل الأوراق وكل الاتفاقات وهذا جرى وقد يجري وشيء متوقع لكن لا يلغي الحماس لتنفيذه زيارة أوباما تم تداولها في الصحف الإسرائيلية بطريقة وبحذر آخر بطريقة أخرى في الصحف الفلسطينية أساسا لا يصرحون بما هو على جدول أعمال هذه الزيارة التعامل فيها بحذر شديد حتى من البيت الأبيض في إسرائيل يتحدثون من الملف والملف السوري والعملية السياسية ستكون على جدول أعمال هذه الزيارة حسن البطل كتب مقالة في صحيفة الأيام الزيارة الأمريكية أقل من اختراق يقول بأن تعيين جون كاري وزير الخارجية وزير للدفاع هما مؤشران بأن أوباما يبدأ بمسار مختلف عما كان في ولاية الأولى وأنه اليوم مرتاح وأن هناك مؤشرات تفيد بأن أوباما سيخير إسرائيل في مسار جديد وليس اختراق بأن نحدد حدودك كدولة إسرائيل لا يكفي الحديث عن أن الكتل الاستيطانية ستبقى معك كدولة إسرائيل وأنه طبعا بتعديلات متكافية وقال إما قبول المسار الجديد هذا سيكون خيار إسرائيل أم العزلة الدولية كيف نقرأها نحن من ضمن هذه المؤشرات وكيف تقرأها إسرائيل وما الذي تقرأ أنت من المتغير الجديد في استراتيجية أوباما في الولاية الثانية أولا هذا السؤال على أهميته نحن متفقين أن الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من تحالفها الاستراتيجي غير العادي وغير الطبيعي وغير المعتاد مع إسرائيل إلا أن الرئيس أوباما قبل الانتخابات الإسرائيلية تحدث بشكل واضح بأن السياسات الإسرائيلية خطرة على إسرائيل وعلى منطقة الإقليم وأن على إسرائيل أن تغادر هذه السياسات والمتغيرات الإقليمية التي نراها في المنطقة ولا تراها إسرائيل تشكل خطرا على أمن ومستقبل هذه المنطقة يعني أوباما حاسم في هذا المسأل حاسم عندما تحدث بشكل واضح وصريح لا لبس فيه أنه ليس راضيا عن هذه السياسات الإسرائيلية قيل أن أولوية الولايات المتحدة ليست الشرق الأوسط فإذا به يأتي بكيري وإذا به يرسله إلى المنطقة بسرعة ويقوم الزيارة بأول خطوات وإذا به يعلن بأنهم سيقوم إلى زيارة الشرق الأوسط هذا ينسف النظرية التي كانت تقول بأن الشرق الأوسط هو يعني في الدرجة العشرين من اهتمامات الإدارة الأمريكية الجديدة يعني هنا أتفق مع حسن البطن أنه لا هذا مش صدفة وهذا بينسف الحكة اللي كان ينقال أن الشرق الأوسط ليست مهمة والأهم إذا كانت المسألة المرتبطة بالملف النووي الإيراني فهناك تسريبات من الإدارة إلى الصحافة الأمريكية بأنه لا مجال لإحداث أي تغيير حقيقي في موضوع السلاح النووي والمشكلة الإيرانية بدون التصدي الحقيقي والجدي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يعني بمعنى أو بآخر الإدارة الأمريكية حركت الأوروبية عندما نصرنا نتحدث عن مبادرة فرنسية ومبادرة فريطانية برضى وقيلة بالصحابة الأوروبية والصحابة الأمريكية نعم وتحدثوا بأن هذا يعني بمباركة الإدارة الأمريكية بمعنى أو بآخر الصحف الإسرائيلية سيدتي قالت بأننا سنقاوم نعم ولكن فينسد فن القنصل البريطاني العام في القدس قبل أيام قال بأنه نحن طرحنا أفكار لهذه المبادرة أنا لم أقل بأن المبادرة قد تبلورت لكنني كنت أتحدث في سياق أن ثمة حراك حقيقي يعني مرضي عنه أمريكيا كانوا الأوروبيين يحاولوا يبلوروا ومازالوا من وجهة نظري يناقشوا بلورت خطة معينة مرضي عنها أمريكيا الصحابة الإسرائيلية كانت تقول نحن مقبلون على مجابهة مع المجتمع الدولي الصحابة الإسرائيلية هي التي تقول بأن علينا أن نستبق زيارة أوباما وعلينا أن نقوم حتى بخطوات حسنية لإفراغ الضغوطات الأمريكية والأوروبية من مضمونها وتحويلها وتحويل مصارها علينا أن نستفيد من هذه الواقعة للضغط على الرئيس عمحمود عباد لكي لا يذهب إلى محكمة الجنيات الدولية والحديث مؤخرا عن أن أوباما سيساوم إسرائيل فيما يخص الملف النووي الإيراني بتجميد الاستيطان وأن هناك مساومة أخرى لذات الغرض تجميد الاستيطان مقابل عدم توجه الفلسطينيين إلى محكمة الجنيات الدولية بمعنى أو بآخر نحن أمام حديث لم يعد تخمينا ولم يعد تقدير وأننا نحن أمام حديث ملموس عن أن زيارة أوباما لا بد أن تتكلل بنجاح ما ولا يستطيع أحد أن يجبر الرئيس أن تكون أول زيارات الشرق الأوسط ليفشل أنا أعتقد أننا يجب أن نفهم بأن أوباما جاء لينجح وليس ليفشل سؤالي الأخير دركني الوقت هل تعتقد بأنه كما قالت مثلا صحيفة الحياة اللندنية يوم أمس يما قال لسليم نصر قال أنه إسرائيل قد تستبق يعني ليس فقط كما تقول الأنبابة أن نتنياهو يستعد لأكبر حكومة وحدة وطنية موسعة لمواجهة ما هو قادم من أوباما ولكن قد يذهب باتجاه ضربة عسكرية لحزب الله أو لإيران أو لسوريا مثلا كما سبقه الفعل إذا شعرت إسرائيل بأن زيارة أوباما ستقلب الموازين في المنطقة وستحدث نوع من الاختراق الذي يتناقط مع السياسة اليمينية التي يقودها نتنياهو أو قد تقلب ميزان القوى الداخلي لمصلحة الضغط باتجاه الخروج من هذه العزلة والخروج من الصدام مع المجتمع الدولي ومع الأوروبيين ومع الولايات المتحدة أنا أتفق مع نصار بأنه يمكن لإسرائيل أن تخرج عن كل هذا السياق وتغير كل هذا السيناريو عبر ضربة عسكرية إما لسوريا أو لحزب الله يعني في محاولة جديدة لخلط الأوراق لأن الإسرائيليين محاولون خلط الأوراق في اللحظات الحرجة وأنا أعتقد أن نتنياهو في لحظة حرجة إشارة أخيرة هل تعتقد في أنه الضغط الأمريكي الذي يتوقع كما يقول حسن البطل حول مسألة حدود إسرائيل يعني بالمضمون بأن الولايات المتحدة أقرت بالاعتراف الأممي بدولة فلسطين على حدود 67 لنقول أن هذه المقدمة الطبيعية الأولى لهذه المقدمة شكرا لك الدكتور عبد المجيد سويلم أستاذ دراسة الإقليمية في جامعة القدس شكرا جزيلا لك العبد يا شيء مشاهدين الكرام بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامجكم دائرة الحدث حتى ألقاكم يوم غد هذه تحياتي وتحيات طاقم العمل إلى زاوية الكاريكاترية تفضلوا دمتم بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر